موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائي أهلا بكم والبداية بالعناوين موسيقى رئيس الوزراء يستعرض الخطوات الجارية لاستكمال تشغيل محطة كهرباء رئيس الجمهورية في العاصمة المؤقتة عدن موسيقى موسيقى مجلس الوزراء السعودي يجدد ترحيب المملكة بتصنيف ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية موسيقى الجيش الوطني يحرر مواقع استراتيجية في مديرية رحبا بمأرب والقوات المشتركة تفشل هجوما لميليشيات الحوثي في الظالة موسيقى موسيقى أهلا بكم إلى التفاصيل بعث فخامة الرئيس عبدربو منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء وموساف في وفاة الشيخ العلامة محمد صالح رجب إمام وخطيب مسجد النور في مديرية الشيخ عثمان بعدن والذي انتقل إلى جوار ربه إثرى مرض عضال وأشار رئيس الجمهورية في البرقية إلى الأدوار الإيجابية التي جسدها الفغيد خلال مشوار حياته في المجال الدعوي المتسم بالتسامح والوسطية والاعتدال والعلم والتعليم وخدمة دينه ووطنه لافتا إلى مواقفه الاجتماعية في إصلاح ذات البين وعبر فخامة الرئيس عن خالص التعازي وصادغ المواساة إلى أبناء وادوي الفغيد بهذا المصاب الأليم سائلا لله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وادويه ومحبيه الصبر والسلوان بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق روكن علي محسن صالح برقية عزاء وموساف في وفاة الشيخ العلامة محمد صالح رجب إمام وخطيب مسجد النور في مديرية الشيخ عثمان بعدن الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء وأشار نائب رئيس الجمهورية في البرقية إلى مناقب الفقيد وأدواره التي جسدها خلال مشوار حياته الحافلة بالعطاء في المجال الدعوي والتربوي وبناء الأجيال على الوسطية والاعتدال وعبر نائب الرئيس عن أصدق التعازي والموساء إلى أبناء الفقيد وأهله ومحبيه سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء وموسائل الشيخ جلال عبدالقوي محمد شاهر عزاه فيها بوفاة والدته الفضلة وعبر نائب الرئيس في البرقية عن أصدق التعازي والموساء لأسرتي وأقارب الفقيدة سائلا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان أشار نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح خلال لقائه نائب السفير البريطاني لدى بلادنا القائم بأعمال السفارة سايمون سمارت إلى ممارسات ميليشيات الإنقلاب الحثية بحق أبناء الشعب اليمني والتي كان آخرها استهداف الميليشيات ومحاولتها القضاء على الحكومة بقصفها مطار العاصمة المؤقتة عدن في سابقة انفردت بها عن كل الجماعات الإرهابية وجرى خلال اللقاء مناقشة المستجدات في بلادنا والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسير استكمال تنفيذ ما تبقى من اتفاق الرياض والجهود الحكومية في تطبيع الأوضاع علاوة على الجهود الأممية المبذولة في إحلال السلام وأكد نائب رئيس الجمهورية بأنه منذ ظهور الحوثي والسلائه على العاصمة صنعاء عرض اليمن واليمنيين لمخاطر حقيقية أمنية وسياسية ومجتمعية وكل سلوكياته وجرائمه المشينة في تعز ومأرب ومحافظات اليمن واستهدافه الأشقاء في المملكة وتهديده للممرات المائية تثبت بأنه منظمة إرهابية حقيقية تتعمد إعاقة جهود السلام وإفشالها وتطلق نائب الرئيس في اللقاء لما قدمته الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية من تنازلات في سبيل إحلال السلام مجددا أو مجددا التأكيد على التمسك بعملية السلام الدائم المبني على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 22-16 من جانبه جدد القائم بأعمال السفير البريطاني إدانة بلاده للهجمات التي استهدفت الحكومة اليمنية في مطار العاصمة المؤقتة عدن مشيرا إلى عدد من القضايا والموضوعات المرتبطة بمساع السلام والجهود المبذولة في هذا الإطار بعث رئيس مجلس النواب سلطان البركاني برقية تهنئة إلى المستشار حنفي جبالي وذلك بمناسبة نيله ثقة أعضاء مجلس النواب في جمهورية مصر العربية الشقيقة وانتخابه رئيسا للمجلس في دورته التشريعية الحالية وقال البركاني في البرقية يطيب لي وزملائي أعضاء مجلس النواب الجمهورية اليمنية أن أعبر لكم عن أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة نيلكم الثقة والتي منحكم إياها أعضاء مجلسكم الموقر بانتخابكم رئيسا للمجلس لما تمتلكونه من قدرات لإدارة العملية البرلمانية وتكتسبونه من خبرات متميزة سيكون لها أثرها على العملية الدستورية والتشريعية مباركين لكم وللشعب المصري الشقيق هذا الزخم الديمقراطي الكبير وعبر رئيس مجلس النواب عن تقدير بلادنا لدور الأشقاء في جمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبة على المواقف الثابتة والداعمة لأشقائهم بالجمهورية اليمنية مؤتمنيا له التوفيق والسداد في مهامه البرلمانية والعلاقات بين البلدين والمجلسين مزيدا من التقدم والازدهار استعرض اجتماع برئاسة رئيس الوزراء دكتور معين عبد الملك في العاصمة المؤقتة عدن الخطوات النهائية الجارية لاستكمال تشغيل محطة كهرباء رئيس الجمهورية التي تنفذها شركة بيترو مسيلة في عدن بقدرة 264 ميجاوات وخطوط التصريف الطاقة وأقرى الاجتماع عددا من الإجراءات لتجاوز المعوقات بما يضمن استكمال تسريع تنفيذ وتشغيل المحطة ودخولها إلى الخدمة تنفيذا لتوجيهات فخمة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية وشدد رئيس الوزراء في الاجتماع الذي حضره وزير الكهرباء والطاقة أنور كلشات وممثلي شركة بيترو مسيلة على ضرورة العمل بوتيرة عالية لاستكمال خطوط تصريف الطاقة والتشغيل التجريبي للمحطة ودخولها في الخدمة لتغذية العاصمة المؤقتة عدن ومواطنيها بالكهرباء قبل حلول الصيف القادم منوها بالجهود الكبيرة التي تبذلها شركة بيترو مسيلة لإنجاز المشروع إلى ذلك ناقش رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك مع نائب المدير التنفيذي لشركة بيترو مسيلة المهندس سهل بن سهل البرنامج الفني والاستثماري للشركة خلال الفترة الحالية والمستقبلية والخطط المعدة لتوسيع الاستثمار في مناطق امتيازها وحث رئيس الوزراء قيادة الشركة على استغلال الفرص المتاحة لتوسيع نشاطها واستثماراتها منوها بقدراتها الكبيرة كأول شركة وطنية لها الريادة في هذا المجال جدد مجلس الوزراء السعودي ترحيب المملكة بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية ووضع قياداتها ضمن قوائم الإرهاب وتطلع المجلس في اجتماعه الذي عقد بالذي عقد مساء الثلثة عبر الاتصال المرئي برأسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود أن يسهم القرار في وضع حد لأعمال الميليشيا وداعمها وتحييد خطرها على الشعب اليمني والأمن والسلم الدوليين واقتصاد العالم مؤتمنيا أن يؤدي هذا التصنيف لدعم وإنجاح الجهود السياسية القائمة لإنهاء الأزمة في اليمن وتوصل إلى حل سياسي شامل وفق المرجعيات الثلاث أشهد وزير الخارجية وشؤون المغتربين دكتور أحمد عواض بن مبارك بالجهود التي تبذلها الإدارة الامريكية لدعم عملية السلام في اليمن مؤكدا موقف الحكومة الداعم لقرار الإدارة الامريكية بتصنيف الميليشيات الحوثية كجماعة إرهابية وقال وزير الخارجية خلال لقائه عبر تقنية الاتصال المرئي بسفير الولايات المتحدة الامريكية لدى بلادنا كريستوفر هنزل أن قرار تصنيف الميليشيات الحوثية كجماعة إرهابية سيسهم بشكل عملي وحقيقي في الضغط على هذه الميليشيات بعد سنوات عديدة من تجربة الوسائل الدبلوماسية التي لم تزدها إلا إرهابا والسمرارا لاستخدام العنف وهو ما بدى واضحا للعالم أجمع في الهجوم الإرهابي الذي استهدفت به حكومة الكفاءة السياسية والمدنيين في مطار عدن الدولي وأضاف بن مبارك أن قرار تصنيف الميليشيات الحوثية كجماعة إرهابية سيعمل أيضا على الحد من النفوذ الإيراني الداعم لهذه الميليشيات ويمنع ويقطع روابط المنظمات الإرهابية وبما يحقق السلام والاستقرار في المنطقة والإقليم وأشار وزير الخارجية إلى أن الحكومة اليمنية تضع نصب أعينها أهمية أن لا يتضرر الوضع الإنساني في اليمن نتيجة لتصنيف هذه الجماعة الإرهابية مؤكدا أن الحكومة ستعمل وبالتنسيق بشكل متواصل مع حكومة الولايات المتحدة الإمريكية لاتخاذ كافة الإجراءات المناسبة للحد من تأثير هذه العقوبات على أنشطة العمليات الإنسانية والإغاثية في اليمن وخاصة في المناطق التي ما تزال تحت سيطرة الميليشيات الحوثية من جانبه جدد سفير الولايات المتحدة إدانته الشديدة للهجوم على مطار عدن الدولي معبرا عن تعازيه لأسر الضحايا الذين سقطوا في هذا الحادث مشهيدا بموقف الحكومة اليمنية واستمرارها بممارسة أعمالها من العاصمة المؤقتة عدن أكد السفير الإمريكي استمرار دعم بلاده للحكومة اليمنية ولوحدة واستقرار وأمن اليمن مشيرا إلى أن الحكومة الإمريكية ستستمر في تقديم المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني ثمن وزير الخارجية وشؤون المغتربين دكتور أحمد عوض بن مبارك موقف جمهورية كينيا الدعم لليمن وإدالتها للحادث الإرهابي الذي استهدف حكومة الكفاءات السياسية أثناء وصولها مطار عدن الدولي وتطلع وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم مع وزيرة الخارجية والتجارة الدولية الكينية ريتشيل أومامو إلى استمرار الدعم السياسي لجمهورية كينيا لليمن من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي مؤكدا على أهمية تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين إلى نحو أفضل بما يخدم الشعبين اليمني والكيني واستعرض الوزير بالمبارك تفاصيل وتداعيات الهجوم الإرهابي الذي استهدف حكومة الكفاءات السياسية أثناء وصولها مطار عدن الدولي والذي أسفر عن استشهاد وجرح العشرات من المدنيين والمسافرين وموظف المطار وبدورها جددت الوزيرة الكينية إدانتها الشديدة للجريمة الإرهابية التي استهدفت الحكومة اليمنية مؤكدة دعم بلادها الكامل لجهود تحقيق السلام في اليمن وعودة الأمن والاستغرار بما يكفل حياة كريمة للشعب اليمني ناقش وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان بالعاصمة المؤقتة عدن مع رئيس فريق التنسيق والارتباط السعودي لتنفيذ اتفاق الرياض اللواء محمد الربيعي عددا من الموضوعات المتعلقة باستكمال تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض وتوحيد الأجزة الأمنية وفي اللقاء أكد الوزير حيدان الذي ضم قائد قوات التحالف العربي بعدن العميد روك نايف منيف الحبيل وقائد قوات الدعم والإسناد العميد محسن الوالي على أهمية تكثيف الجهود لاستكمال تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض وتعزيز دور الأجهزة الأمنية وتوحيدها وتقديم الدعم اللازم لها لتتمكن من تأدية مهامها ودورها في إرساء الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة مشيدا بالدور الذي تقوم به دول التحالف العربي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية لدعم ومساندة حكومة الكفاءات السياسية لتطبيع الأوضاع واستقرارها أكد الوزير حيدان على استمرار الحكومة في العمل على تطبيع الأوضاع وإعادة الأمن والاستقرار وتحقيق السلام الشامل والمستدام في كافة ربوع الوطن ناقش وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة محمد الأشول في العاصمة المواقع تتعادا مع مدير عام الهيئة أو مع الرئيس عام الهيئة المهندس حديد ألماس ونوابه ومدراء الإدارات الفنية والمالية والإدارية بالهيئة خطط وأهداف هيئة المواصفات ورؤاها المستقبلية للعام 2021 واستمع الوزير الأشول خلال الاجتماع إلى شرح حول مستوى أداء الهيئة وإنجازها العام 2020 والصعوبات والتحديات التي واجهتها مؤكدا أهمية الدور الهام والبحوري للهيئة والمتمثل بالحفاظ على حماية البيئة وصحة وسلامة المواطنين وممتلكاتهم وتشجيع الصناعات الوطنية وقذب الاستثمار ومن جانبه أكد مدير عام الهيئة المهندس حديد الماس حرص الهيئة على القيام بأداء واجباتها ومشؤولياتها على أكمل وجه والارتقاء بالمهام الفنية والرقابية في الهيئة لرفع مستوى الأداء وتدليل الصعوبات وعقب الاجتماع طلع الوزير الأشول ومعه مدير عام الهيئة ونوابه على مستوى سير العمل في كافة إداراته وأغسام الهيئة والمختبرات التابعة لها بحث وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي في العاصمة المؤقتة عدن مع مدير البرامج لمنظمة أكسفام القائم بأعمال مكتب عدن شكيل محمد تنفيذ مشروع إعادة تأهيل خطوط الضخ لمجار عدن تطرق اللقاء إلى أهمية المشروع البالغ قيمته حوالي 3.868.000 دولار المقدم من وزارة التعاون الألماني لمنظمة أكسفام لإعداد الدراسات الفنية وتقييم المشروع وترميم وصيانة خطوط الصرف الصحي وتدريب وتأهيل العاملين بالإضافة إلى مهام الرقابة والمراجعة وتقديم بعض المعدات لصندوق النظافة وأوضح الوزير الشرجبي أن المشروع يتضمن إعادة تأهيل الخطوط الناقلة للمياه العادمة بين الأربع المديريات كريتر، التواهي المعلّى وخور مكسر إلى مضخة خور مكسر التي تضررت أجزاء منها جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوث الإرهابية في العام 2015 وذلك بهدف التخلص من التلوث الحاصل في البيئة البحرية وتحسين منظومة المجاري بعدا وتم في اللقاء الاتفاق على إعداد المشروع وتحديد موعد التوقيع على اتفاقية التنفيذ خلال الأسبوع القادم تسلمت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في محافظة عدن من مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع اليونيبس تسلمت أربع شاحنات جديدة ساعة 12 ألف لتر خاصة بإدارة الصرف الصحي وجميع ملحقاتها وغطى غيارها بتمويل من البنك الدولي عبر المشروع الطارئ لخدمات المتكاملة في اليمن وخلال عملية التسليم ثمن وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي ومحافظة عدن أحمد حامد لملس دعم مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع اليونيبس لقطاع المياه مؤكدين أنه سيشهم دون شك في حل مشكلة الصرف الصحي وشددت شرجبي ولملس على ضرورة الاهتمام بمعدات آليات المؤسسة وصيانتها وإدخالها للخدمة بأسرع وقت ممكن حضر عملية التسليم مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بعدن مهندس محمد باقبيرة ومدير عام مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في عدن الدكتور خلدون سالم صالح استقبل معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم الصقطري بمكتبه بمحافظة أبيان أو محافظ محافظة أبيان لواء أبو بكر حسين لمناقشة عدد من المشاريع المتعثرة المتعلقة بالري في دلتا أبيان وتطرق اللقاء إلى مناقشة مشروع سد حسان الممول من صندوق أبو ظبي للتنمية البالغ تكلفته 100 مليون دولار وأبد الوزير السقطري استعداده بتحريك ملف مشروع سد حسان الاستراتيجي والتواصلي مع الجهات الممولة منها صندوق أبو ظبي للتنمية وكذا الشركة الصينية المنفذة لإعادة تفعيل المشروع وبذل جهود لتذليل الصعاب التي تقف في طريق تنفيذه كما طرح المحافظ جملة من المشاريع المتعلقة بالري منها مشروع قنوات الري بمديرية أحور الممول من المؤسسة الدولية للتنمية بتكلفة 17 مليون دولار ومشروع التنمية الزراعية المول من البنك الإسلامي ومشروع وادي بناء المول من الصندوق العربي الكويتي مشيرا إلى حاجة الدلتة أبيان لدعم لإنعاش القطاع الزراعي وكذا دعم القطاع السمكي من خلال مساعدة الصيادين في المحافظة افتتح وزير الصحة والسكان دكتور قاسم بحيبح في العاصمة المؤقتة عدن ورشة عمل حول المراجعة الفنية لاستراتيجية برنامج الملاريا للأعوام 2020-2023 وتناقش الورشة التي ينظمها البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا بوزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبدعم من مركز الملك سلمان للغاثة والأعمال الإنسانية على مدى يومين عددا من الموضوعات المتصلة بمراجعة عمل البرنامج بمكوناته المختلفة في تدبير حالات الملاريا والترصد والرقابة والتقييم والاستعداد والسياسة الوبائية ومكافحة النواغل والتوعية والتثقيف والإمداد وأكد الوزير بحيبح أهمية التدريب والتأهيل العلمي في هذه المرحلة الحرية منوها بأهمية الورشة في تقييم الوضع الوبائي ووضع السياسات الاستراتيجية والإجراءات والتدابير الهادفة للرفع من مستوى السياسات العلاقية الواضحة والواقعية والمناسبة لمكافحة الأوبئة في بلادنا من جانبهما حثى مدير عامل البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا الدكتور ياسر باهاشم ياسر باهاشم ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية بعدا دكتور نوها محمود المشاركين في الورشة على ضرورة صياغة حلول تتماشى مع الواقع الصحي في البلاد مشيرين إلى أهمية الدراسات العلمية في مرايعة السياسات الخاصة بمكافحة النواقل خصوصا بعد التغير المناخي ودخول نواقل جديدة من دول القرن الأفريقي تفقد وزير الصحة العامة والسكان دكتور قاسم بحيبح سير العمل في فرع الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بمحافظة عدن واستمع وزير الصحة من المدير العام التنفيذي لفرع الهيئة الدكتور عبدالقادر أحمد الباكر إلى شرح حول سير العمل في أقسام الهيئة المختلفة وكيفية إصدار تراخص الاستراد والتصدير للأدوية وتسجيل الأصناف والشركات ومراقبتها ومطابقة إصدار الشهادات واقعيا والمراقبة والفحص في المنافذ المختلفة والتطوير التقني الذي شهده مختبر الهيئة الذي رفد بمعدات حديثة يتم من خلالها تعزيز الدور الرقابي والإشرافي للهيئة على سوق الدواء وطلع وزير الصحة على مستوى التنسيق بين الهيئة ودول مجلس التعاون الخليجي في العمل المشترك على الرقابة على الدواء وتبادل المعلومات ودور مركز التيقض والسلامة الدوائية بالإضافة إلى المخزون الدوائي في البلاد وتنوع مصادره المختلفة التي تضمن الأمن الدوائي وفقاً والجودة والأمان والسعر المقبول للمستهلك اطلع وزير النغل الدكتور عبد السلام حمايد على سير عمل الهيئة العامة لشؤون البحرية بالعاصمة المؤقتة عدن والجهود المبذولة في مجالات تنظيم سلامة وأمن الملاخة البحرية ومكافحة التلوث البيئي والخدمات والأنشطة المقدمة واستمع وزير النغل من رئيس الهيئة العامة لشؤون البحرية المهندس محمد بن عيفان استمع إلى شرح عن ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية والاحتياجات من المشاريع التطويرية والتحسينية المتمثلة لتعزيز بناء الهيكل الإداري وعادة إصلاح وترميم الأضرار التي لحقت به بسبب الحرب لضمان استبلال نشاطها وأقد الدكتور عبد السلام على أهمية الدول السيادي الكبير التي تطلع عليه الهيئة في مجال عملها مشيرا إلى حاجة الوزارة بمختلف غضاعاتها وهيئاتها ومؤسساتها لشحذ الهمم ورفع وطيرة العمل وبذل مزيدا من القهد بما يسهم من تفعيل وتطوير الأداء وتحسين الخدمات الأساسية ذات الأولويات العاجلة وذلك لمواجهة تحديات المرحلة الرهنة وشدد وزير النغل على ضرورة توطيط علاقة الهيئة بفروعها بالمحافظات المحررة وتحديث وتنظيم آليات العمل بشتى الجوانب والمجالات والارتقاء بمستوى الكادر المؤهل مهنيا وفنيا وإداريا وتزويده بالأدوات والمعدات اللازمة بما يحقق نتائج ملموسة بمستوى الخدمات والأنشطة الإرشادية والرغابية للسفن وفي ذات السياق تفقد وزير النغل مبنى وزارة النغل الكائن بمديرية التواهي واستمع من مديرة عام مكتب وزارة النغل ماجدة قطن الاحتياجات المبنى من التأهيل والترميم لتحسين سير العمل فيه كما تعرف على طبيعة الأعمال المقدمة في هيئة الشؤون البحرية في صيانة وسلامة القوارب المتخصصة في عملية مكافحة التلوث وحماية الأحياء البحرية أكد قائد محور أبيحان اللواء الروك المفرح بحيبيح أن أبطال الجيش والمقاومة الشعبية تمكنوا من تحرير مواقع عسكرية استراتيجية جديدة في مديرية رحبا جنوب مأرب وكبدوا ميليشيات الحوثي الإرهابية خسائر بشرية ومادية كبيرة في العتادي والأرواح وأضاف الدواء بحيبيح أن أبطال الجيش الوطني مسنودين بالمقاومة الشعبية تمكنوا من تحرير واستعادة سلسلة جبال قريضة وجبال السليفة والاستراتيجية ونقم عدد من المواقع المجاورة لها في مديرية رحبا وذلك بعد معارك عنيفة خاضها الأبطال البواسل ضد ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران وأشاره إلى أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت التعزيزات العسكرية للميليشيات والتي كانت قادمة من محافظة البيضاء أفشلت القوات المشتركة في غطاء صبيرة الجب هجوماً للميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مواقعها شبال معسكر الجب ووادي صبيرة جنوب غرب مديرية قعطبه بمحافظة الضالع والصادر الميدانية أفادت أن المواقعات اندلعت أثناء محاولة الميليشيا الحوثية الهجوم بنسقين باتجاه وادي صبيرة وشمال معسكر الجب مسنودة بقصف مكثف إلا أنها فشلت وانكسرت بعد أن تكبدت خسائر كبيرة في صف عناصرها المهاجبة كما تمكنت مدفعية القوات المشتركة في وقت سابق من استهداف آلية تابعة أو آلية تابعة للميليشيا الإنقلابية كانت متمركز الشمال غرب منطغط صبيرة وقال المصدر أن الميليشيا الحوثية الإنقلابية تلقت ضربات موجعة بمواجهات بمختلفها دموع الأسلحة وسقط العديد من عناصرها بين قتيل وجريح أصيبت الطفلة برصاص ميليشيات الحوثي الإرهابية في قرية دار ناجي بمديرية حيس جنوب الحديدة وقال مصدر طبي في مستشفى الخوخة أن الطفلة حج عبدالله عيسى خوضيري البالغة من العمر السبع سنوات تعرضت لإصابة خطيرة في بطنها بطلق ناري من ميليشيات الحوثي وأضاف المصدر أن الطفلة تلقت الإسعافات الأولية في مستشفى الخوخة ثم تم تحويلها إلى مستشفى منظمة أطباب لحدود بالمخى لاستكمال العلاج كما استشهد مواطن إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحوثيين في عزلة الجمعة جنوب مديرية حيس وقال مصدر محلي أن المواطن فؤاد يحيى علي سالم استشهد إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات ميليشيات الحوثي بدراجته النارية أثناء مروره في إحدى الطرقات وأضاف المصدر أن المواطن فارق الحياة على الفور إثر إصابته البالغة التي تعرض لها وتواصل ألغام الميليشيات الحوثية حصد أرواح المدنيين الأبرياء في مختلف مديريات محافظة الحديدة حيث استشهد وجرح ألاف المدنيين منذ سريان الهدنة الأممية تمكنت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة من تفكيك حقل ألغام من مخلفات ميليشي الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران بالقرب من مطاحن البحر الأحمر شرق محافظة الحديدة وقال مصدر في هندسة اللواء الخامس عمالقا إنهم تمكنوا من اكتشاف حقل ألغام من مخلفات الحوثيين بالقرب من مطاحن البحر الأحمر وأضف أن هذا الحقل أدى إلى نفوق عدد من أغنام المواطنين كما أنه يشكل خطرا حقيقيا على حياة أهالي الحديدة كون ميليشي الحوثي زرعت أعدادا هائلة من الألغام وأكد أن الفرق الهندسية تمكنت من تفكيك عشرات الألغام وأقامت بنقلها إلى أماكن آمنة تمهيدا لتفجيرها حفاظا على سلامة المواطنين يأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية الحديثة للقوات المشتركة في تطهير مناطق الساحل الغربي من مخلفات الحوثيين وتطبيع مظاهر الحياة نفذ أبناء الحيمة بمحافظة تعز وقفة احتجاجية تنديدا لما ارتكبته ميليشيات الحوثي بحق المدنيين العزل من جرائم مروعة وقد بلغ عدد ضحايا تلك الأحداث عشر شهداء وواحدا وثلاثين جريحا وعددا من المختطفين بالإضافة إلى مداهمة مائة وثلاثة وسبعين منزلا والاعتداء على النساء والأملاك الخاصة التفاصيل في التقرير الذي أعدته الزميلة نعائم خالد أشار بيان الوقفة الاحتجاجية التي أقيمت في محافظة تعز لأبناء الحيمة إلى ما يقري من إجرام ميليشيات الحوثي ضد أبناء الحيمة بمديرية التعزية من ممارسة أبشع الانتهاكات الإرهابية من القتل الوحشي والتهجير القصري والاختطاف لأطفال والشيوخ بالإضافة إلى انتهاك حرمات البيوت وتدميرها والاعتداء على النساء الحوثي لا يحترم حقوق الإنسان الحيمة محاصر من جهة الميليشيات الحوثية الحوثي أنتهاك حقوق الإنسان بالقتل والتشريد والأطفال والنساء الحوثي يقتل الحوثي إنهاب الحوثي محاصر لعزلة الحيمة مؤكدا البيان بأن ميليشيا قامت بقرائم تنافل فطرة الإنسانية بحق الأبرياء والمدنيين من أبناء الحيمة تمثلت في قرائم قتل والإعدامات الميدانية وعمليات السحل وتنكيل والتشريد اليوم خرجنا وقفة احتجاجية نطالب الأمم المتحدة بإفراق عن أخوالنا وأبانا في المدينة الصالح من قبل الميليشيات الحوثية الإقرامية التي سيطرت على أبناء الحيمة ونطالب الأمم المتحدة بإسراع الإفراق عليهم مطالبين بإيقاف الحملة الحوثية على المدنيين وإطلاق صراح المختطفين مع إعادة الأطفال الذي أخذتهم الميليشيا كرهاء إلى عوائل أبناء منطقة الحيمة يقتلون ويشردون بدم بارد مع صمت دولي واضح على قرائم الحوثي التي دائما مستمرة على هذه المدينة واليوم بوقفة احتجاجية الكل يطالب المجتمع الدولي الوقوف أمام هذه القرائم نعايم خالد قناة عدن الفضايا تعز الآن مشاهدنا الكرام نذهب إلى حالة الطوص ودرقات الحرارة خلال 24 الساعة القادمة بمشيئة الله تعالى اشتركوا في القناة 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 رئيس الوزراء يستعرض الخطوات الجارية لاستكمال تشغيل محطة الكهرباء رئيس هادي في العاصمة الموقتة عدن مجلس الوزراء السعودي يقدد ترحيب المملكة بتصنيف ميليشيا الحوثي منظمة ارهابية الجيش الوطني يحرر مواقع استراتيجية في مديرية رحبه بمأرب والقوات المشتركة تفشل هجوما لميليشيا الحوثي الانقلابية بمحافظة الضالع نشرة الأخبار قدمناها لكم من قناة عدن الفضائية طابت أوقاتكم في أمان الله إلى اللقاء شكرا